التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى ضمن فعليات القمة الخامسة عشر لتجمع البريكس والمنعقدة حاليا في مدينة جوهنسبرغ بجنوب أفريقيا وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا ومن المنتظر أن يشارك رئيس الوزراء بمداخلات في بعض الجلسات الأخرى إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من ممثل الشركات أكدت هيئة الطيران المدنية الروسية مصرع مؤسس مجموعة باغنر يفجيني بريكوجين ونائبه ديمتري أوتكين وبحسب هيئة الطيران الروسية لقيا بريكوجين ومرافقوه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادري لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة وذكرت وزارة حالة الطوارئ الروسية أن الطائرة الخاصة من تراز إمبراير إليجاسي كان على متنها عشرة أشخاص تحطمت في مقاطعة فيل شمال موسكو مشيرة إلى أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فتحت تحقيقا في الحادث كما أعلنت لجنة التحقيقات الروسية إجراء تحقيق جنائي في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو أعربت القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي عن شكوكها في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا وقال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريجر إن إمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة لا تزال محل شك وأضف بريجر أنه فيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني فإنه من غير المتوقع اختراق القوات الأوكرانية لخطوط الدفاع الروسية أعلنت وكلة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يونج أطلقت صاروخا فضائيا ولكن حادثا وقع خلال عمليات الإطلاق وأوضحت الوكالة أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر المقبل من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي أن أطلق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير يعتبر فشلا وذلك بعد تتبع حركته كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونج يونج دون شروط مسبقة أدانت الولايات المتحدة بشدة استعانت كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أدريان واتسون أن هذه السلوكيات تزيد التوترات وتهدد بزعزعة الوضع الأمني في المنطقة محذرة من أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن حلفائها وحثت المتحدثات في بيانها جميع الدول على التنديد بهذا الإطلاق ودعوة بيونج يونج للقدوم إلى الطاولة للخوض في نقاشات جادة لفتة إلى أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يقيم الوضع بالتنصيق عن كثب مع حلفاء واشنطن وشركائها نددت الصين ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهدئ وفي بيان لوزارة الخارجية الصينية اعتبرت الصين أن هذه العملية تمثل مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة النووية ولها أثار عبر الحدود يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية اليابانية المعطلة أنها ستبدأ تصريف المياه المعالجة التي كانت تستخدم لتبريد المفاعلات المتضررة وفي بيان لها قالت شركة توكيو للطاقة الكهربائية أنها ستقوم بتشغيل مضخات نقل المياه إلى البحر لتبدأ بتصريف المياه حثى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله بتي لجميع الأطراف المؤسسية في البلاد على الاجتماع والاتفاق على القضايا المتعلقة بالانتخابات المختلف بشأنها سياسيا وأوضحت البعث الأممي أن باتيلي أكد أنه ينبغي على جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات من خلال المناقشات وتقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف في ليبيا أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي لمدة عقود من الزمن في كل المستويات ترتقي إلى مرتبة الجريمة ضد الوطن والشعب وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى الصوق البلدي بأريانا أكد سعيد أنه لا بد من أن تتكاتف كل جهود الوطنيين من أجل محاسبة من اقترف هذه الجرائم حتى يتم وضع حد لهذا الوضع الذي يحاول الكثيرون اليوم مواصلتها أو اقترافها بكل السبل